موسيقى كيف حالكم؟ يا ربكم بخير النهاردة معنا فيديو جديد ومسلسل جديد اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم الفيديو اللي معنا النهاردة فيه مجموعة مسلسلات تايلنديا بتحكي عن علاقة الرومانسية القصرية او الانتقامية ما بين الاطال اتمنى ان شاء الله ان المسلسلات تنال اعجاب اول دراما معنا وهي اسمها السماء الزرغاء بتدور القصة الدراما حول راجل اعمال شاب اسمه بول اللي بيخطط لاستعادة شركة كاروان دايمون اللي كانت بتملكها والدته في السابق ومصمم على الانتقام واسترات كل الشيء من والده اللي تخلى عنه هو والدته عشان يعيش مع زوجته الجديدة وابنته بالتبني اللي اخدت كل الحب والاهتمام من والده اللي المفروض يكون له بيبدأ مشوار بول للانتقام لما بيحاول يكسب ثقة زوجة ابيه لما بيكسب ثقة بيكتشف ان كل الاشياء السيئة اللي حصلت في الاسرة كانت بسبب زوجة والده وعشائها وان ناي اللي هي الابنة بالتبني كانت مجرد ضحية زيه زيه لان هو كان ناوي يبدأ مشوار الانتقام بتاعه عن طريق ناي فبتعاطف معها وبيساعدها في السر وبعد كده العلاقة الحميمية بتاعتهم بتتحول لعلاقة حب المسلسل التاني اللي معنا اسمه امواجي الحياة بيحكي عن امرأة مرحة ومتادة بتشتغل عارضة ازياء وممثلة مشهورة اتجوزت والدتها راجل سري ولكن شخصيته شخصية خبيثة لانه كان بيشتهي في السر امنة زوجة بعد محاولته لتخدير جراوات ما كانت من الفرار بالجيادة بعيد عنه بس لسوق الحظ بسبب ان هي كانت متخدرة جامد صدمت امرأة شابة على طريق وماتت بعد كده في المتشف الفتاة المتوفى عندها خطيب وهو ساتيت وبيصادف ان ساتيت بيكون محامي وبيتعهد بالانتقام من السيدة اللي قطلت خطيب بس السوق حظه بيستخدم زوج ام جراوات ووالدتها انفزهم وامولهم لاخفاء جمال ادلة وابعد الشبهة عنها بس ساتيت قرر ان هو هيطردها ويزعجها على طول عشان يقدر يعصر على دليل يثبت فيه ان هي اللي كانت بتسوق السيارة ويثبت ان هي امرأة شريرة ومتلعبة لكن في النهاية بيكتشف ساتيت ان هي شخصية طيبة ولطيفة وبيقع في حبها المسلسل الثالث اللي معانا اسمه العدو استقرر في قلب هو رجل وسيم بس للاسف ماضيه المظلم المظلم ومشاكله بتكبره ان هو يكون مسلح مستقل وفي يوم بيتم تعاقد معاه لقتل امرأة كان من المفروض ان يكون الوظيفة دي بسيطة بالنسبة له بس للاسف الامر تلع معاقد بسبب حقيقة ان هدفه بيكون صوفيتة وهي بتكون اخت صديقته السابق وده بيترك له خيارين يا اما يقتلها يا اما يحميها فايه اللي هيختاره؟ المسلسل الرابع اللي معانا وهو اللص النبي عشان يثبت نفسه لولده قرر ان هو يتولى عملية النهب بتاليه ويحقق ذاته قدام والده سيوفة وهو بيكون احد اللصوص قرر ان هو يشرع في احدى عمليات السطر اليومية الخاصة بولده عمليات السطر اليومية الخاصة بولده كان هدفها المرة دي ان هو يسرق اغلى ممتلكات خوان فيه وهو بيكون ملازم ما بتوقفش ابدا عن مطاردة قرية العصابات الخاصة بهم سيوفة لما بيروح بيت الملازم بيشوف هناك نام بيونج وهي بيكون خطيب الملازم وبتكون موجودة في البيت في الوقت ده فسيوفة بياخد نام وبقدمها الولده على اساس ان هي اغلى ما يملك الملازم فولده بيشور عليهم او بيقررهم انه يجب على واحد منهم هما الاثنين سيوفة او اخوه انه يتجوز خطيب الملازم ولما تحمل يرجعها للملازم تاني سيوفة بيكون عليه ان هو لازم يقاتل ضد اخول كبير على لقب خليفة والده فايه اللي حيحصل لما سيوفة يقع في حب زوجته الدراما اللي خمسة اللي معانا هي قلب منحجر سور بيكون ابن راجل اعمال غني وعشيد بعد وفاة والد سور بسبب الاهمال بيتطر ان هو يعيش مع عائلة والده اللي بتكون زوجة والده واخوه غير الشقيق بس للأسف كان بتعامل معاملة سيئة منهم هما الاثنين ده اللي طراء ان هو يتعرف على فتاة جارة لهم وبتعاني من نفسه ظروفه هي كمان بتعاني من اسود زوجة والدها ومن اختها غير الشقيق في احد الليالي اسناء مطردته من قبل زوجة ابيه بيقفص طور في النهر وبيفترض ان هو مال على الرغم من ان هو بينجا وبيتم اغزه من قبل صديقة لولده وبدأ حياة جديدة تحت اسم مستعار وهو وسيلة بعد السنوات بيرجع فقوات سري بسمعة سيئة عنده خطط للانتقام من زوجة والده المسلسل السادس اللي معانا اسمه بعيدا عن السماء بيحكي عن فتاة بتعف حب شخص من طرف واحد فلما تعترف له بحبها بيرفضها لذلك هي بتروي والده وتتجوزه كوي بيقرح والده لانه بيستمر في موعدة الفتيات الاصغر سن منه وبيعتقد ان هو السبب في وفاة والدته لان هي فجأة بتتوفه في حادث سير بيرجع كوي وبيغري الاخت الصغرى لزوجة والده وهي ليلى وهي بتكون ليلى عشان ينتقم بيها من اختها ولكن الانتقام بيأتي بنتائج عكسية لان هو بيقع في حب اخر المسلسل السابع اللي معنا اسمه وعد بالانتقام كين الرئيس السري لشركة كي دي كي تزوج لتو من صدق في ليلة الزفاف ادراكت غنوك ان هي نسى تحضر هديت الزفاف اللي كانت جايبها لكين فبترجع البيت تاني عشان تجيب الهدي في الوقت ده بيخرج من المطار فتاة بتدعى توان بعد ما اتشفت اتنخطبها من فترة طويلة كان بيخونها مع سيدة اخرى وكمان حامل منه غنوك وهي سيئة العربية بتاعتها وماشى في طريق بتشوف توان وهي بتعد طريق فبتحاول تتجنبها بس للأسف العربية بتاعتها تصطدم وللأسف بتتقلب العربية بيها وبتموت كين بيحمل توان مسئولية وفاة زوجه وبيكرر ان هو ينتقى منها اتمنى ان المسلسلات اللي قدمتها في الفيديو تنال اعجابكم وشوفوا شوكم على خير مع السلام